اشتركوا في القناة 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 رح يموت يا عيشان رح يموت يا عمو رح يموت يا ربي غرجيني غريبنا يا عربي يبشي يا عمو يبشي يبشي عالبيت لا حول ولا قوة إلا بالله يا نزائر يا عمو بدموعك عم تحرقي بشان الله حاجبا عرقت قلبي وهين بتروح عرقت قلبي يقولي وينو خطابا شو عامل خطاب قلولي شو عامل الله العظيم لا يعرف مين اللي قتلوا طولي بقالك كلمة مين اللي هتلوس اولي على طولي اه 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 تحسفي пошعل الله يعمو، مش shorter الله يقول الله يرحمو التوليب عليك خالتي، سعي عليك النبي التوليبي عليك ما بيسوي هك مشعلك زرش ولي على طولي 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 ينديش بي غريبين وخفت نحونا ونحوه تألم لك يا ريزهر يا عبي يا حبيبي خططت من عبني يا عبي يا عبيبي يا عبيبي يا عبيبي يا عبيبي واجت المغسلة وما خلاها ابو حمدي تفوت لعمدة تغسلها شو رأيكو؟ يا لطيف معقولي دفنوها بدون ما يغسلوها يا الله معرادة شو بيعرفني شو اجلى بالو هالابو حمدي مو بس هيك وما خلا حدا من نسوان الحارة يفوت لعمدة يوضحها ولا حتى أمه فكره خايف لحده ينعدى من مرضها هيك عمي يقولو معو حق يخاف على أهل بيتو يو شلون يعني؟ شو بدك يهون ينعدوا منها ويموتوا واحد ورد تاني طولي بالي خالتي كريمة ماتت وشو بعتموت بس مرضها معدي وبيموت يا مو والله يمكن ابو حمدي معو حق يو لكن شو؟ المهم الله يرحمها يا عسدي ويرحم أموتنا جميعا آمين يا رب دخلك خالدية السبت هند شلونا هند خانوم ولي على قامتي عليها صاير فيها مثلك حاطها الحزن بالجرنو قاعدة الله يصبرك ويصبرها يو لما راحبنا بيها أنتكي كتير عينة يا عمو إيه يا مو أي بدأتروحنا بيها شلي بدأي قاعدة هون قادرة ويمتها أكبر بكتير يا عمو أكبر بكتير أكبر بكتير مع رتحة يامو وأنا كمان معلي مرتاحة وأخوك يشام يشام إذن من ضين وإذن من عجين وفرقاني معهم اللي صاير مع الله الدبور الدبور قاعد عمي يسرح ويمرح ببيتي كبير وأنا ملحوشة هون لحشة الزل و لحشة لقلام بصيريك يا ربي يامو والله اللي بيضا بيعيش اقولي الحمد الله ايه؟ ايه يا امو ايه الحمد الله السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفتو شيخي شفتو؟ شفتو كيف فات ما سلم علي؟ شفتو وما بصير ما يسلم عليك لانه السلام لالله يا ابو عدنان ها؟ لحتى تكون شاهد شاهد؟ على شو شاهد؟ شفتو يا هندا دبور ايه شو بور؟ الله وعلى ما توعدي بشي شغلين متوعد لك؟ على شو متوعد لك؟ يعني يمكن بدوه شو بدو يا ابو عدنان؟ ايه ما بعرف شو بدوه بس نبين دو يا زيني بشي شغلين استغفر الله العظيم من كل يذنبين عظيم كمل احلا يا ابو عدنان كمل عمرك شيف نعم؟ عمرك يا امي يا هشام برضاية عليك تحكي مع اخوك خطابي رجعنا عالبيت الكبير يا امو شو بدي احكي معه شو بدي احكي معه ما بيكفر اسجعني عالقهوة وشغلني عنده؟ لا ما بيكفي يا امو هاي القهوة اللي عم تشتغل فيها اجير ايه لك حق فيها متلك متله يا امو خطاب ما نو مقصير ما نو مقصير لا مقصير يا امو مقصر وموت مقصير لك والله مو حلوة قدام الناس ما حلوة بحقه هو قاعد ببيت سياح مياح ونحنا قاعدين بانجاج ماشي يا امو شوف الله شو بيخلق بعنا ايه يا امو ايه مشان الناس ما تجي بمعدله تفضلي سيد خالدية يسلمون هالايدين ان شاء الله منفرح فيك يا عروس تسلمي الله يخليكي من بعد ما راح نزار ما بقى في فرح يا خالدية طولي بالك يا عزيزة الموت حق علينا نزار ربنا بعدي اسمه اختاره بكرا ان شاء الله بتفرحي من سعدية ومن هشام ومن خطاب الله يرضى عليه الله لا يسامحه هو اللي كان السبب لا يا عزيزة هيك بدي ازعل منك نزار هاده نصيبه خطاب شو دخلوه ليش هيك عم تحكي عن اخي خطاب يا امو هو ما عمل معنى إلا كل منيحة والله والله ناطف قلبه على موتة اخي نزار وحالف يمين لياخد بيتارو ايه خالدية طمنيني شلون هست هند الله يعينها هي التانية ايه والله الله يعينها يا علية على هالبنت شلون راحت هيك خطف امانة الله سلميلي عليها وليلا عزيزة بدا تيجي تعزيكي بش شوفت عيني ايو انتي التانية هلأ مين عطبان عليكي سعدية يا امو روحي الله يرضى عليكي صلحينا القهوة مش عن خالدية ايه على عيني امو 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 الله يسلم ليك ياها شفتي شفتي يا عزيزة لو ما صار هيك بينكن وبين بيت البكواتي كانت صارت ببيت الست هند وكان جوزها جابير نصيب يا خالدية نصيب اسمعي شو بدي اقلك دخلك الست هند ما عم تسأل عني يعني ما عم تتضمن علي بعد ما اصفيتهم يو والله الست هند كتير بتحبك ايه والله ايه والله كتير بتعزيك ايه والله ليش الكذاب دخلك ونبيها ما عم تجيل عندكن عالبيت يعني عم بطلت الكل فترة والتانية وان شاء الله في اخبار عم طليقها ابو حديد كذاب لا معني كذاب اتقولي عني كذاب وليس معاني لا معني كذاب ابي ميت انا شفته بالمنام لا معني كذاب ايه والله ما بعنش قال لي ايه والله شوفي ايه والسورية يا لطيف ما بعنش قال شوفو بالمنام انه ما ييقلو ايه والله هكذاب لا خير خير شوفي هيك سواتكن طالعة شو سورية عم تبكي مين مزعلة والله يا اخي لو بيطلع بأيدي حتى شدك ايهالو هون لعندك غصم عن بيت البكواتي بس هاي الاصصة ما في مرجلة ما في مرجلة يا لون بعدين بنت صارت محرمة عليك اخي المشكلة يا امين انه مشاكل الكبار انتوقع براسنا احنا الصغار ونحنا ما طالح بقيتنا شي غير انساء واللي بيقولوا كنت لا تقوله اخي لا تقوله واكسر كلمة ابوك واترك اختك هيك واختك مالا رضياني تطلع حقمها حقمها اخي ما هي كمان بني ادمة بتحس بتحس بحس بي الله ونعم الوكيح اذا انت الرجال صاير فيك هيك حزينة هي شو بيكون صاير فيها والله يستر عليك يا ريتني هربت قبل ما اسمع كلمة طلاقية من الشيخ يا وفيق اوعيك تعامليا يا عايشي اوعيك تعامليا ان شاء الله يا ريتني الحقته الكريمي ولا اتطلقت مناته انتي لا توافق على حمدي اذا ما بتحبيه تصدقيني انا خايفة اجتمع مع حمدي بغرفي واحدة يعني اذا طلقت ما بصالي ما رح تفرق معي وصدقيني صدقيني انا قلبي مانو مشروح لها سوازي كلها ياتا بلا ابنها بلا دراد السخن موسيقى 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 ما بعرف شو صار له حديث بعد ما شاف أبو بالمناء نقل بحاله فرد قلبي ايه عرضيه اخت عرضيه اكون شتاق له لأبو أكيد أخي أكيد وانتي أنا شو ما بيستفق ديله لأب حدي لا أيها أخي شو هالحكي أنا بس باكل هم ولادي أصلا هو لما كان بالبيت ما كان يسأل عنه لا يسأل عنه هلأ يعني هيك أنا بيني وبين حالي لما تكون صافي قولوا الراحة الزلمة فجأة هيك اختفى هذا واحد واطي لك قليل شو عمل معك أنت أخي هذا غير لي عمله معي أنا الله لا يوجه له الخير بجاه النبي نبيها معه لكم أم الحديد مزبور مساء الخير أختي أهلين أخي يعطيك العافية الله يعافيكي شلون أميك ماشي حالة صارت أحسن اليوم أجت لعندها ست خالدية وسلتها شوي حط لك عشاء أخي لا أختي لقا معني نفس أخي اليوم لما أجت خالدية مفتحت صيرة خطاب وأمي ايه شبه أمك وخطاب اه لا لا ولا شي قولي لي سعدية شو في ولا شي كانت عم تحكي عن خطاب كتير بالميح ايه الحمد لله لأنه خطاب ما في منه بس يعني شو الغريب بالقصة لا يكون في شي لك سعدية اشتركوا في القناة